الأستاذ طارق عامر محافظة البنك المركزي أدارة أدارة السياسة النقدية والمالية وأمور البنك المركزي طوال سبع سنوات شديدة صعوبة للأمانة الواحد يالشهد بدا قعد انت وانت قاعد على الفيسبوك اكتب اللي انت عايزه بس انت قاعد في التكيف جنبك شوات عينب ساقعين مش عغل كده مطشي لفربول فمش عاجبك طارق عامر عمل ايه فاعد اكتبوا كلام الفاتش حلو بالمناسبة عن بعيد لكن لما تيجي تقعد على الكرسي المسائل صعبة يعني اقول لك حاجة طارق عامر قد يرى مع حفظ الألقاب انه مثلا يحتاج رفع الفيت بس الحكومة هتسرخ له لان الحكومة اكبر مدينة في مصر سلفة 6000 مليار جنيه الواحد في المية زيادة لو طارق عامر زودها كبنك مركزي تكلف الحكومة 60 مليار جنيه فهي الضغط عليه مش الضغط يعني اعمل كذا لا ما في حسابات وتوازنات احتفاظ الجنيه امام الدولار ب15 جنيه 75 ارش الدولار طوال 5 سنوات ده كان مشكلة صحيح ولا لا بس عايز اقولك اللي كان جالس على كرسي ادارة البنك المركزي في السبع سنين الماضية ما كانش حر في اتخاذ القرار بنسبة ماء في الماء هي ظروف البلد كلها كانت كده عشان برضو ما نظلمش الراجل يعني بمعنى حل لو كان جيء حد تاني كان هيعمل حاجة احسن من طارق عامر تقدير الامور ما كانتش هتختلف كتير اه طبعا في مهارات فردية بتبانوا تختلف اتفق او اختلف بس عايز اقول في الاخر ان طارق عامر ما كانش بيدير السياسة النقدية والمالية منفردة ما عنده اعضاء حكومة اعضاء مجموعة اقتصادية ورئاسة الجمهورية واجهزة اخرى ومؤسسات ما كله داخل متشابك واللي بيحكه واللي لا او يعمل وسوي وهو دوره يطلع قرار يحافظ فيه على توزنات كتيرة ومن امها المواطن المصر هدي جي تقول لي ازاي قلت قبل كده جملة قالها ليه قادة مصرفيون يعني كبار في الدولة المصرية الجنيه المصري امن قوم كل اجهزة الدولة تعلم ان الجنيه المصري امن قوم يعني ايه الجملة دي محدش في الدولة يتمنى ان الجنيه انهار او يتراجع ده خراب ضيار للمية مليون فالكل ماسك بهذا الشدة طريق عمر اتخذ قرارات عشان يفرمل تراجع الجنيه اه لما منع الاعتراف بالسوق السوداء هتجيب له دولار من السوق السوداء مش هصدر لك مش هستورد لك انت متضايق اه كمستورد بس ده لي صالح المواطن اه لانه لو فتحها كانوا الدولار نط هو عمل حاجة اسمها تعوين مدار للدولار احد الاخطاء التي تنسب للدولة كلها باجهزتها هو سبات سعر صرف الدولار امام الجنيه طوال خمس سنوات لكن اقول ان الراجل اجادة واخطأ زي اي مسئول لكن نحن امامه خيادة جديدة لالبنك المركز الاستاذ حسن عبدالله مصرفي بارس كان رئيسا لمجلس ادارة البنك العرب الافريقي الدولي تولى رئاسة الشركة المتحدة احد ازرع الدولة الاعلامية ومفروض ان المتحدة دي يتم تهيئاتها للطرح في البورصة مثلما قيل في السابق معرفش طبعا مش بتابع الملف ده هل استاذ عبدالله حسن عمل ده ولا لا الله اعلى او استاذ حسن عبدالله لكن وقع ليه الاختيار وهو قائم بالاعمال هذي يسألني طب هو قائم للاعمال ليه هو ليه ما صدرش قرار الجمهوري يبقى محافظ بنك المركزة على طول اقولك بس عشان مجلس النواب في اجازة فلما يرجع على طول هيحلف اليمين وخلاص لكن الاستاذ حسن عبدالله امامه تحديات كبيرة اوش او بالمناسبة انتهت فترة استاذ طرق عمر وجاء الرجل عليه يضبط سعر الصرف الكل ضغط عليه اقع الجنية نهارة حسن عبدالله بص اقع يا تراجع اخرج 5% اخرج 7% اه عايزين دولارات اكتر يا حسن عبدالله مع حفظ الالقاب عايزين وعايزين وعايزين هو قاعد لسه بقى هنشوف تصوراته رؤيته بس انا اتمنى منه ان يكون منفذ يعني حاط التصور محترم كده واكيد هيعمل ده ويضع امام القيادة السياسية ده تصوري لو سمحتم ادوني صلاحياتي كاملة دون تدخل علشان اعرف اصبط الامور واعمل القرار الصح لصالح البلد ولصالح الناس اعمل القرار الصح طبعا صدور القرار الصح بالمناسبة ممكن يزعل مستثمر ومصنع ومستورد بصير دمواطن يريح حكومة واجهزة يعني فانا بقولك القرار مسهل زي ما انت بتصوك اللي هو اسأل حاجة انا عاوم الجنيه بكرة يبقى تلو وعشين تلو وعشين زي ده انا بلاحظ لاسعب مالككلم وتبعت على الواتساب الدولار اخر السنة هيبقى تلاتة وعشين اربعة وعشين حرك خبير حرك فاهم حاجة يعني على اي اساس بتقول الكلام ده يعني على اي اساس يعني انا فاكر في شهر مارس الماضي اول ما اتعمل التعويم لما الدولار عمل 18 ونص سألت قادة مصرفيين وناس كبار في كل انحاء الدولة هو صحيح الدولار هيبقى بخمسة وعشين في ديسمبر قالك لمدة ست شهور وسجل علينا لن يتجاوز الدولار زيادة يعني في الجنيه تسعين قرش خلاص بقى يعني اللي هو ده اخره الست شهور يعني ينتقى الشهر الجاي ده اللي هو في نص تسعين والحقيقة اه مزتش يعني من خمسين قرش لتسعتاشر جليه وخمساشر ده خمسة وستين قرش وشكلها تقفل على كده يعني هيحلوا هيعملوا خلي بالك الازمة قاعد فيها اطراف كتيرة في مقدماتهم رئيس الدولة رئيس الوزراء محافظة البنك المركزي يعني عدد كبير الكل بيحاول يوجد حلول او تصور هتيجي تقول لي طب هم حلو هتدي لك جزء من الحلول لما الحكومة قررت انها تعمل ايه توفر خمسة تشار في المية من الكهرباء في الغاز فتصدرها فتوفر ستة مليار دولار سنوية حلو الاسبوع اللي فات مثلا انا اقترحت على الحكومة انها بدل ما تكمل محطات مترو انفاء محطات منور الكتار كهربائي ما تسمي المحطات باسماء شركات ورجال اعمال فريق كامل وزير اعلن ده بشكره لكن هو ما قال لي شكرا يا خير يعني على الاقتراحة والفكرة لكن انا قابل ده